وتعالوا نشوف المرور أخباره النهاردة هل فيه كثفات غير معتاة هنشوف من الخريطة صلاح سالم النهاردة سيولة مرورية الحمد لله لكن في بعض الكثفات في صلاح سالم يعني يمكن عند وزارة الاستثمار في المنطقة زي كده عند البانوراما في بعض الكثفات متوسطة لكن باقي الطريق في الاتجاهين رائع جدا وبيسير بشكل جيد جدا مطلع أكتوبر اللي رايح العباسية سيولة مرورية عالية الاتجاه التاني برضو في سيولة مرورية منطقة العباسية بالكامل ما فيهاش أي أحجام الحمد لله شرع رمسيس لحد وسط البلد برضو ما فيهوش أي أحجام مرورية بتدت تظهر بعض الكثفات أعلى الكبري في الاتجاهين كبري أكتوبر بالذات أكتر يعني في الاتجاه اللي جاي من مدينة نصر رايح لوسط البلد الاتجاه ده زحمة أكتر يعني شرع رمسيس ابتدت تظهر فيه كثفات عند محطة مصر لكن منطقة وسط البلد برضو بالكامل سيولة مرورية عالية نعدي ميدان عبد المنعم رياض وسط البلد هنلاقي كبري أكتوبر في الاتجاهين بقى لطيف جدا الكورنيش فيه كثفات بسيطة لكنها معتادة وانت رايح ناحية كبري 15 مايو سيولة مرورية عالية إذا مالك كلها فيها سيولة مرورية العجوزة ما شاء الله برضو سيولة مرورية عالية شرع السودان ما فيهوش أي أحجام اللي طالع المحور حركة مرور رائعة اللي نازل من المحور بقى هنا هيلاقي بعض الكثفات دي المنطقة اللي دايما بيبقى فيها أحجام مرورية اللي نازلين من محور 26 يوليو رايحين بقى ميدان لبنان وطالعين 15 مايو الدائري زي ما انتو شايفينه هو متقطع مع المحور حركة مرور رائعة في الاتجاهين فيش أي شيء مختلف النهاردة في المشهد المروري ربنا يسلم طريقك يا رب وتوصلوا بألف سلامة الناس اللي رايحة شغلها الصبح اللي وراهم مشاوير بقى الصبح وما إلى ذلك الأجواء لحد دلوقتي حلوة جدا انزلوا بدري يعني الحق الدنيا وهي لسه رايقة لأنه ممكن تتزحم يعني على 9 على 10 ممكن الكثفات تزيد شوية فحاولوا تنزلوا بدري قدر المستطاع عشان ما تتأخروش هذا من نسبة الناس اللي رايحة شغلها الناس بقى اللي بتصيف الناس اللي في المدن السحلية المطلة على البحر المتوسط والأشهرهم يعني يمكن اسكندرية مصيف قديم جدا عند المصريين والحد النهاردة اسكندرية بتستقبل عدد كبير من المصيفين في فصل الصيف وبيسبب بعض الكثفات أحيانا خلونا نشوف من الخريطة اسكندرية عاملة النهاردة ده طريق الجيش على الكورنيش طبعا يعني الحمد لله في سيولة مرية عالية دلوقتي وكمان يعني حتى ادخل جوة شوية يعني الكورنيش هتلاقي في سيولة مرية ربما لأنه لسه بدري ومصيفين بقى وأجازة ومش هيصحوا بدري وكده لكن لا ده في بعض الكثفات أحو طريق الجيش بعض الكثفات ظهرت بدري شوية ولأ وبعض الشوارع كمان الجانبية فيها كثفات ده طبعا زي ما بقولكو اسكندرية مصيف رائع يعني من أجمل الشواطئ في العالم هي عروس البحر المتوسط الناس بتروحها تصيف في اسكندرية وبالليل يعني زي ما بقولكو احنا دلوقتي لسه الصبح بدري احنا عند كوبريستانيا هو مفيش أي أحجام مريانية الحتة اللي فيها زحنا كانت حتة صغيرة جدا مش مؤثرة خالص على المشهد المروري ولا على التنقلات لكن بقى لما يعني الناس بتدي تخرج وتنزل كده الشوارع بتبقى زحمة جدا حتى إنه فيه ناس مصورة اسكندرية اليومين دول المناطق اللي بتبقى فيها أكتر مصايف والناس بتخرج فيها شارع خالد بن الوليد مثلا والكورنيش بالليل والناس اللي خارجها تتمشى على الكورنيش والكلام ده كله زحمة شديدة جدا جدا لكن يعني طبقة اسكندرية هي اسكندرية واحدة من أجمل أجمل المصايف في مصر وهو مصيف زي ما بقولكو تاريخي يعني هتلاقوا حضراتكو كلكو عندكو ذكريات في اسكندرية وانتو صغيرين ولما كبرتو والعجمي وأماكن كتير في اسكندرية لسه لحد النهاردة اسكندرية محتفظة باستقبال المصايفين في فصل الصيف من أول الصيف لحد آخر الصيف استمتعوا بهذه الأجواء ويرب يبقى يومكو سعيد ونهاركو سعيد